اشتركوا في القناة هذه غرفة الاذام المؤذن يأتي يؤذن من هذه الغرفة يأتي من منطقة الخاضع المصلين المسلمين هذه تكون مغلقة امام المسلمين يدخل المؤذن من الباب هذا الامام ويأتي ليؤذن هنا هذا مقام سيدنا يحقوب عليه السلام هذا مقام سيدنا يوسف عليه السلام هذه منطقة تسمى اليوسفية ندخل من هنا هذا المكان ايضا يكون مع الاسرائيليين في الايام العادية اليوم مفتوح جميعا امام المسلمين هذا هو مقام سيدنا يعقوب من الداخل وهذا مقام سيدتنا زوجة سيدنا يعقوب لائقة عليها السلام ندخل من هنا هذا مقام سيدنا ابراهيم الخليل له هذا هو مقام سيدنا ابراهيم من ثلاث جهات مكشوفة من هنا ومن هنا هذا هو مقام سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام وهذا مقام سيدتنا سارة زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام من المنطقة الداخلية نحن الآن نتوجه الى الساحة الاسحاقية التي يوجد فيها مقام سيدنا اسحاق فزوجته سيدتنا رفقة هذا هو مقام سيدتنا سارة هذه الخارج سمى الجوالية ندخل الى الاسحاقية من هنا هذه الساحة الاسحاقية نوجد فيها مقام سيدنا اسحاق وزوجته سيدتنا رفقة عليه السلام كل المسجد الابراهيم مفتوح أمام المصلي المسلمين هذا هو الغار الشريف هذا هو الغار الشريف هذه الفتحة هذه الفتحة يوجد ضوء في الاسفل عند المغارة التي يوجد فيها قبور الانبياء تفتح من هنا ويوجد إضاءة داخلي هذه المقام سيدنا اسحاق عليه السلام وهذا مقام سيدتنا رفقة عليه السلام نرجع من المدخل الخلفي الى نقام سيدنا ابراهيم حرين ثلاث شبابيك تؤدي الى مقام سيدنا ابراهيم الخلفي هذه الممثلة التي دخلنا منها في الاول هي اليوسفية كل اروقة المسجد الابراهيم مفتوحة امام المصلين المسلمين اليوم احتفال بعيد المعارض ذكرى المولد النبوي الشريف هذا هو منبر سيدنا نساء صلاح الدين الايوبي الذي جلبه من مصر ولا يوجد فيه مسمار واحد كله خشب من الخشب مركب طريقة فنية رائعة ترجمة نانسي قنقر